مهما فعلنا في مصر نحن لن نغير الكوكب لكن احنا هنعمل اللي علينا أو نعمل المزبوط زي ما بيت قال وهنا هسأل سؤالة دكتور احنا هنعمل ايه علشان نطور الاساليب بتاعتنا وبدأنا ولا لسه وبدأنا ازاي هنعمل ايه اولا انا ذكرت اساليب التكايف في منتهى منتهى الاهمية منتهى الاهمية واحنا يعني تعرضنا لمخاطر تغير المناخ عالية جدا في المناطق الجافة المناطق الجافة فيها ندرة موارد ايضا وطبعا احنا زيادة لو احنا نقارن مثلا مصر باوروبا هما زيادة درجات الحرارة هناك لها تأسير وتأسير سهي لكن تأسير زيادة درجات الحرارة عندنا هنا في مصر هتبقى اسوأ بكتير من اوروبا فانا لابد ان انا اقوم باساليب التكايف مع تغير المناخ وايضا الحماية احنا عيشين في بلد صحراوية معناها عندي رياح وعندي اتربة انا لازم احافظ على كل الاراضي الزراعية ان انا اقلل من اضرار الرياح والاتربة والاهم من هذا في التكايف مع المناخ السؤال هل احنا ممكن نغير المناخ والرد لا المناخ على فترة طويلة انا مقدرش اغير منها لكن انا ممكن اغير ما يسمى المناخ المناخ المحيط مايكفي وبالتالي انا ممكن اغيره عشان يلائم التغيرات اللي موجودة عندنا حاليا في العالم كله وهنا احنا احنا مش لازم دائما نفكر في التكنولوجيا الحديثة او الهايتك هناك نظم اظهرتها لنا الطبيعة ان احنا ممكن نعمل تغير للمناخ المايكرو كلايمت ببساطة جدا بطرق طبيعية واخد بالحضراتك ازاي وانا اقدر اغير المناخ ان انا مثلا بزراعة اشجار معين اشجار بنظم معينة ضد اتجاه الريح ان انا اغير المناخ في هذه المنطقة فتقللي من فرصة تصح فتقللي يا فندم من درجات الحرارة في الصيف اخد الحضراتك ازاي في وسط النهار قد تصل الى سبعة تمانية درجة مقوية بتقللي الفرق ما بين درجات حرارة النهار والليل احنا كلنا ملاحظين دلوقتي قد ايه الجو ساعة في القاهرة وخاصة في المجتمعات الجديدة زي القاهرة الجديدة وستة اكتوبة وبرزايد بالضبط كده فعلا ساعة جدا جدا مساء احنا بنقلل الفرق ما بين درجات حرارة النهار والليل انا بحتفظ برتوبة الطربة يعني انا بقلل مية استخدامي للمية وطبعا لها فوائد كثيرة جدا جدا بقلل طبعا اما يكون هندي هذه مصدات الرياح من الاشجار فانا باقلل الاضرار من الرياح والاتربة اللي بتقلل المحاصيل عندنا وبالتالي انا برفع انتاجية المحاصيل اللي مهمية طيب فانا دلوقتي اقدر اعمل الكلام ده لمساحة معينة لان احنا بنقلل هنا سرعة الرياح داخل هذه المساحة لكن انا ممكن اعمل صفوف او سلسلة من من هذه الاشجار وبالتالي انا ممكن اعمل تغير لمساحة كبيرة هنا للمناخ لمساحة كبيرة وده من الاساليب الاساسية ان احنا لازم نبدأ فيها للأسف الشديد في مصر ما عندناش مصدات رياح صحيحة معمولة نهائي احنا بنحوط الاراضي وما عندناش مصدات رياح وانا اتمنى ان احنا عشان كده احنا عايزين ننشئ نمازك عشان الناس يشوف ازاي ممكن نتعامل مع تغيرات المناخ واعتقد دهام في المناطق الجافة يعني احنا بنكلم عن الشرق الاوسط وايضا مناطق كثيرة في افريقيا ان احنا نكون قدوة اما نقوم بهذا الاخرين تعالى اشتركوا في القناة